تناقش قمة مجموعة العشرين عددا من الملفات السياسية والاقتصادية في الوقت الذي تركز فيه الهند باعتبارها الرئيس الحليل القمة على قضية التنمية المستدامة يأتي هذا فيما تطرح الولايات المتحدة خلال القمة عرضا بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ قمة تأتي في ظرف دولي عصيب في ظل أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية ومناخية ومشكلات متراكمة تبحث عن حل أو توافق وتبدو القمة الحالية لمجموعة دول العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيو ديلهي تبدو استثنائية من حيث ملفات والقضايا محل النقاشات رغم الغياب الكبير للرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين باعتبارها تترأس القمة لعام الفين وثلاثة وعشرين تريد الهند التركيز على التنمية المستدامة بالإضافة إلى تذابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية كما أن قمة نيو ديلهي تأتي كفرصة أيضا للهند في تقديم نفسها كقوة عظمى ووسيط يعتمد عليه رغم تحالفها مع روسيا والصين وموقفها من الأزمة الأوكرانية حيث رفضت الإذعان للعقوبات الغربية على موسكو من جانب آخر يبدو أن غياب الصين صار فرصة مفاجئة وسعيدة للولايات المتحدة لتستعيد قوتها الناعمة وهو ما أشار إليه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال إن بلاده ستشارك في القمة ومعها عرض قيم بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ وتتضمن الحزمة الأمريكية إعادة هيكلة الديون السيادية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي يقول سوليفان إن الدول ستستفيد من أكثر من 200 مليار دولار وسوف تشهد القمة ضغوطا على الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها من أجل توفير 100 مليار دولار لتمويل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سنويا لمواجهة تغير المناخ هي قمة مصيرية سيحاول خلالها المشاركون تحقيق أهدافهم لكن يظل حلم التوافق بشأن القضايا والأزمات الدولية مثار شك كبير